السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحياكم الله شباب اليوم رح نشرح طريقة تسجيل الخروج من الأجهزة الأخرى اللي مسجلين فيها سابقاً في التليقرام فلا تنسون دعمنا باللايك والاشتراك ويلا نبدأ الشرح الطريق يا شباب جداً بسيطة كل اللي تحتاجون تسوون وتفتحون التليقرام بعد كذا تروحون على الثلاث شرطات اللي فوق على الإسار فمن هنا يا شباب تروحون على خيار الإعدادات بعد كذا تنزلون شوي تحت رح تحصلون خيار الأجهزة تضغطون عليه حالياً في التليقرام أو مسجلين دخول فيها فهذه الأجهزة كلها بيكون مفتوح عندها التليقرام وتقدر تدخل على حسابك في أي وقت فنحن الآن نبغى نسجل خروج من هذه الأجهزة فتقدرون يا شباب تحددون الجهاز اللي تبغون تخرجون منه بهذه الطريقة فقط تضغطون على اسم الجهاز وبعد كذا تختارون إنهاء الجلسة أما يا شباب إذا حبين تنهون جميع الجلسات وتقفلون التليقرام على جميع الأجهزة مع عدل الجهاز اللي داخلين فيه ففقط تضغطون على خيار إنهاء جميع الجلسات بهذه الطريقة وبعد كذا تضغطون إنهاء فكذا الآن يا شباب سجلنا خروج من جميع الأجهزة الأخرى وباقي فقط الجهاز اللي داخلين فيه الآن فهذه كانت طريقة يا شباب بكل اختصار إذا حبين تعرفون أكثر على التليقرام أو تطبيقات الأخرى اشتركوا معنا في القناة نشوفكم على خير مع السلامة